السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هواي هواي من التعليقات شفت انه اقدر اقدر اقدم موازي انقبل موازي هل قد معدلي وشلون اصير اخوان عزائي راح اسألكم معادلة وكلس بسيطة حتى تبين نفسك انت انت تقدر انت تقدر انت تقدر تقدر على الموازل وما تقدر ما اقل لك تنقبل وما تنقبل القبول او عدم القبول هو حسب المنافسة مع المتقدمين يعني حالك حل بقية الناس كلهم فاسة انه تعرف نفسك تقدر تقدم على الموازل او لا تمام يعني انت من يعني هسا راح نشوف بالمعادلة من تقدر تقدر تقدم خلاص انت تدخل بالتنافس هسا تنقبل ما تنقبل هذا محد يقدر يعرفه لانه تنافس ومعدلات متقدمين وايضا تتصفى ويؤخذ الاعلى يعني بعدين تعرف نفسك مقبلة او لا فهسا تابعوا هاي حسب هاي المعادلة البسيطة المعدل المطلوب للتقديم عن الموازل انتبهوا للتقديم مو للقبول لا تقدم حتى تعرف نفسك تقدر تقدر تقدم او لا تقدم كلاتي معدلك تمام زائد درجة الاضافة حسب الكلية اللي انت ترغب بها او الليتر تقدم عليها شنون فاذا كان الناتج من هذه المعادلة اكبر من الحد الادنان للكلية من الناس بالحد الادنان الكلية اللي هو ضمن الحدود الحدود الدنيا من 2020 2021 واذا راح اما راح اخلي الى رابط مباشر بالوصف ان شاء الله وهم راح استعرضوكم وعني بالصور فاذا كان الناتج اللي يطلع لك من هذه المعادلة هو اكبر من الحد الادنى للكلية اللي تريد تقدم عليها بالقبول المركزي فتقدر تقدم واذا اقل ما تقدر تقدم تمام بالكلية اللي انت تريتها زيان اذا اقل وما تقدر تقدم كيفك الجوز انت تريد ترغب بغير كلية فعادي اهم تشوف الحد الادنى من هالكلية جهاز قابلة تجمع معادلك مع الاضافة وتقارن مع هذا الناتج نشوف فمثلا ناخذ مثال كلية الطب العام في جامعة البصرة على سبيل المثال الحد الادنى مالتها 99.67 لنفتر انت معادلك 96.8 معادلك 96.8 هذا مثال فنحنطبق المعادلة معادلك هذا زائد الاضافة قلنا الاضافة لكلية الطب العام تلت درجات تنضاف لك انا اشارح سابقا على هذا الموضوع واذا راح خليلكم ان شاء الله الرابط يظهر هنا انا على الفيديو بهاللحظة ان شاء الله بشرح ذات ريت تعرف اشقدر ازاد الاضافة شو الموازي شو وقت تقدم لحد الان من فتحة نافذة تقديم الموازي فلازم تنتظرون بل كي اذا مو بالليل بل كي ان شاء الله على باشر الصبع زيان فنجمع 96.8 مع الى ثلاثة شكد رح يصير الناتج رح يصير 99.8 هس نقرن هذا الناتج مع المعدل الادنى لكلية الطب 99.6 فنشوف انه اعلى معدلك بعد ال اضافة ثلاثة ثلاثة صار اعلى من الحد الادنى لجامعة البصرة كلية الطب هذا يعني انه انت تقدر تقدر تقدم تقدر تقدم بالموازي على جامعة البصرة كلية الطب تنقبل ما تنقبل هذا حسب المتقدمين يبقى معدلاته تمام حتى نشوفها سنتأكد انه نشوفون اخوان هنا جامعة البصرة كلية الطب ماشي الحد الادنى هو 99.6 حتى تتأكدون من المعلومات اذا رح اخليكم نرابط هذا ال البيدياف بالوصف واكيد اعتمال انه منزلتوا وطلعتوا عليه المهم رح اخليكم بالوصف هس رح نشوف ناخذ غير مثال ونشوف الآن اخوان لو ناخذ مثال ثاني عندنا مثلا جامعة الكوفة كلية الاداب تمام جد قابلة لحد الادنى 64.83 طبعا هاي للتطبيقي تمام وللادابي قابلة 60 انا بس لغرض المثال التوضيح انت ممكن تطبقه على اي كلية عجبك زيان لو نرجع للمثال فقلنا انه لحد الادنى لكلية الاداب بالتطبيق بجامعة الكوفة هو 64.83 ماشي ماشي زيان وانت فرض المعدلك 60 وتتبهر كلات الاداب من الكلات الانسانية فتنضاف الى درجة او بقية التخصصات تضاف الى 6 درجات فبالتالي معدلك 60 زائد 6 فتشوف انه 66 هي اكبر من الاربعة او 63 فمعناته اليك حق تقدم موازي على هذه الكلية تمام اليك حق تقدم تنقبل ما تنقبل حسب يعني اكرر حسب انت المعدلات اللي رح يقدمونيهاك والتنافس اللي يصير وهكذا وهكذا تقدر تطبق انت على اي قسم تريدها على اي كلية تريدها تمام ان شاء الله وابحة ترجمة نانسي قنقر